الحقيقة للأسف كان آخر ما استجد كان حضور وفد تركي في المؤتمر الثاني مؤتمر بغداد الثاني المياه وكان هناك تواصل مع الوفد ويطلع على الوضع المائي داخل تركيا داخل الخزانات وخطة التشغيل للخزانات وكان هناك لقاءات مع الوفد التركي إلا أنه ما تزال تدفق المياه من الفرات يعني ليست بالبستوى المحدد أو المتفق عليه أثرنا هذه الأمور مع الوفد التركي لكن في ما يتعلق بالجارة إيران بالرغم من تقديم دعوة إلى جارة إيران لحضور وفد للمشاركة في مؤتمر بغداد الثاني إلا أنهم على الأسف بعد تبليغنا بتشكيل وفد إيراني وبينه أنه سيحضر لكن لم يحضر الوفد بما أثر بدخولنا في مباحثات حول نقاط مهمة وأساسية أهمها هو موضوع قطع الروافد التي تغذي نهر ديالة والتي هي الحقيقة ديالة هي أشد تأثرا بجفاف هذه السنتين والاعتمادها على نهر ديالة فقط ولكون مناسيب الأراضي في ديالة مرتفعة يصعب تعزيزها بمياه من دجلة إلا بواسط الضخ وهذه طبعا عملية مكلفة إحنا قمنا فيه مثل هذا الإجراء لغرض تأمين على أقل تقدير مياه الشرب في منطقة بعقوبة لكن هذا الإجراء صعب لكون يتعرض يعني عملية الضخ مكلفة ومتعبة أيضا فلسبب انحباس الأمطار بشكل شديد في منطقة ديالة اشتركوا في القناة